بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث الناس على شاشة قناة طيبة الفضائية والتي نتحدث فيها في سلسلة من الحلقات حول تحول السودان من الثورة إلى الدولة في هذه الحلقة نتحدث عن المرحلة الانتقالية ما بين حراك الشارع وغموض المسار السياسي حيث كانت هناك توقعات باستئناف التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري على الأرجح اليوم الأربعاء بعد تأجيلها من الثلاثاء في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الأبيض وصاحبتها أحداث أخرى وواصلت اللجان الفنية المشتركة بين الطرفين اجتماعاتها أمس الثلاثاء وأوشكت على إنهاء الصياغات النهائية للدخول مباشرة في جولة التفاوض مساء اليوم الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير وأقال الوسيط الأفريقي محمد لباد في مؤتمر صحفية اليوم إنهم لا يقبلون أي تباطئ أو تلكء في إقرار الإعلان الدستوري بين الفرقاء وأشار الباد إلى أن التباطئ في الخطوة يمثل خطورة على السودان والثورة وكامل القارة الإفريقية وترى غالبية الكتل السياسية أن الاتفاق ضرورة لتسريع إكمال التفاوض وتشكيل الحكومة لتتولى مهامها وتحاول سد الثغرات التي تفتح الباب أمام حالة الفوضى والفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد برنامج حديث الناس يقف على تطورات المشهد السياسي في البلاد وأرحب بضيوفنا داخل الستوديو اليوم الأستاذ مجد الدين الأحمدي رئيس حزب التيار الشبابي المستقل مرحب بك أستاذ ومساء الخلالي التحيات الطيبات المباركات لكل المشاهدين والمشاهدات في غنى الطيبة الطيبة ونحن لاستشرف لغاء الأحبة في طيبة الطيبة بمناسبة أشهر الحج المعدودات أيام الحج نحيي كل المشاهدين عبركم ونتمنى للحجاج حجا مبرورا وسايا مشكورا مرحب بك وأرحب أيضا بضيفنا الأستاذ الأمير يوسف يحيى إبراهيم الناشط السياسي والقيادي في الإدارة الأهلية مرحب بك أستاذ مرحب بقناة طيبة ونشكر على طيبة الاستدافة لنا إن شاء الله في الوقت الراهي إذن مشاهدين الكرام نناقش المرحلة الانتقالية ما بين حراك الشارع وغموض المسار السياسي فأهلا بكم وأبدأ حديثي مع ضيفي الكريمين بعد هذا التقرير فنتابع ثم نعود المفاوضات الجرية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تعاني من تعثر كبير يشهد تقدمها بحسب متابعين في وقت تزداد وطيرة الأحداث في السودان تسارعا يوما بعد آخر حيث أعلن الحزب الشيوعي اليوم على خلفية أحداث مدينة الأبيض إيقاف التفاوض مع المجلس العسكري وسحب ممثله لن نشارك في المفاوضات الجارية لن نشارك في أي من مستوى السلطة الانتقالية سيعمل الحزب على مواسطة النضال مع الجماهير وتصريد حركة الشارع لاستكمال المشوار وتحقيق تطلعت الجماهير في التغيير الجزري رغبة كهنات بعدم استمرار تفاوض في ظل ما تعانيه البلاد من احتقان سياسية يتنامى مع واقع الأحداث الدامية التي تزيد من تعقيد المشهد السياسية تبدل وساطة الإفريقية تفاؤلها بقرب وصول الأطراف إلى اتفاق نهائي ينهي معاناة الشعب السوداني الأحداث في كل أزمة معقدة وذات أبعاد مختلفة داخلية وخارجية ولكنني لست متشائم لأن هناك إرادة قوية الآن لدى كل الفاعلين من أجل أن تختتم المفاوضات بصورة إيجابية بسرعة وتتأسس الحكومة المدنية والمجلس السيادي ويشرع مباشرة في إعمال برنامج المرحلة الانتقالية التي تفقها له ومع تعقيدات المشهد السياسي الراهن وسوء الأوضاع الاقتصادية تبقى أمال الشعب السوداني معقدة على رجوع الأطراف لطاولة التفاوض وعدم التمادي في العملية التفاوضية التي صار الشعب يراها تزيد من أزمته يوما بعد آخر إسلام الأمين لقناة طيبة الخرطوم أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام ورحبوا أيضا مجددا بضيفي داخل الأستوديو أستاذ مجددين الشيخ الأحمدي رئيس حزب التيار الشبابي المستقل يعني ربما سيتم استئناف التفاوض اليوم أو ربما الغد بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير مع مقاطعة الشيوعي لهذه المفاوضات كيف تقرأ الأمر بدءا؟ في البدء يجب أن نكون منصفين في تغييم الذي حدث في البدء خضية الساعة الأحداث الدامية التي حصلت في الأبيض هذه جريمة بكل المعايير جريمة إنسانية الذين اقتتلوا الذين استشهدوا الذين ماتوا الذين ضاعهم فلزات أكبادنا من الشباب ومن الطلاب يجب أن نترحم عليهم لكن السؤال الذي يطرح نفسه دعني أقوله لك أخي الكريم من الفاعل؟ هل كما حدث في مثل هذه الحداثة الأخيرة هل أيضا سوف يقيت الفاعل ضد المجهول؟ هذا ما نريد البحث عنه نحن نود من المجلس العسكرية الانتغالي ومن كافة الأجهزة الشرطية والأمنية أن تجد لنا بالدليل القاطع من الذي يعكر؟ إذا كان الأطراف أجماعة نتكلم بالعربي الآن على مساحة بسيطة من الاتفاق الشامل طيب أول حاجة الناس يتنفع وقف العدائيات والتصعيم شنو بخلي مجموعة تجي في مسيرة طاعة الطلاب يقتل فلزاتك بعدنا معنى ذلك يا جماعة إنه في تيار ثالث أو في جهة ثانية ما دارين نقول طابور شغال في الشغل ده لكن هناك من يريد زعزعة أمن وسلام واستغرار هذا البلد يود أن يخرجنا من الوئام ومن الانسجام ومن التصاف والتعافي لأن يقتل السوداني أخاه السوداني ونحن كمسلمين معروف يا جماعة إذا التغى المسلمين فالقاتل ومقتول في النار ما ندخل في صراعة زيدة ده في الأول الشيء الثاني بالنسبة لسؤالك الحزب الشيوعي مع كافة احترامنا لنضالهم والاجتهاداتهم هم لهذا تقييمهم حرين ينسحبوا ينسحبوا يمكن ذا تقييمنا الخاصة لكن أنا أرى ما ننسحب ما نترك نحن بنقول ما دارين نقص ساحة كيف نترك الساحة لمجموعة معينة من التيارات السياسية تتفاوط دون رجوع إلى المشورة الحزب الشيوعي له تاريخه وله نضاله غد تكون هناك مشورة من الحزب الشيوعي السوداني تأتي بفرج ليه تحردوا يعني ما داركم تحردوا يا الشيوعيين أنتوا أبناء البلد والبلد بلد الجميع السودان ووطن الجميع إذا من حق الجميع أن يسهم في بنائه لا أن يصعد الخلافات والإنشقاغات أكثر دارين نحن كل الحكماء في البلد يشاركوا بما فينا الشيوعيين كامل اقتلافنا معهم نحن نختلف معهم أيدولوجيا لكن اتفقوا معهم في المواطنة وفي الحقوق وفي الأفكار يعني دارين الناس كلها تشارك دارين المزيد من المفاوضين دارين المزيد من الأجاوض دارين المزيد من الحكماء لأنه ده وطن الحكاية ما ما مسألة بتاعة أنا زعلت منك عشانين لا أنا ما أترك التفاوض هأرفع السقف بتاعة التفاوض ما السقف بتاعة التزعيد أنا أناشد هنا في مبتدر هذه الحلقة أن نضع جميعنا صمام الأمان في هذه البلد هو الحكمة والحكمة ضلة المؤمن يعني نتصرف نتصرف حكمة الحكمة الوطن يضيع الوطن يتشظى الوطن يتألم في كل يوم نفقد شاب نفقد شابة الأحداث الأخيرة يعني السوشة فيها إحدى الطالبات في ريعان الصباح من الذي قتلها نود أن نعرف لا نود أيها الأجهزة الأمنية والشرطية أن تغيض الجريمة هذه ضد مكهول الفاعل معلوم لدينا جميعا هم أعداء السلام أعداء الحرية أعداء التصافي أعداء السودان ولو كانوا من أبناء جلدتنا يجب أن يقدموا إلى محاكمة عادلة نهام طيب أنتقل لك سيد يوسف يحيى إبراهيم الناشط والقيادي بالإدارة الهلية يعني التصعيد الثوري كيف سيؤثر على مجريات التفاوض الآن التي تجري بين قوى الحرية والمجلس العسكري بسم الله الرحمن الرحيم أولا نترحم على شهدانا إن شاء الله وربنا يتغبلهم إن شاء الله وبالنسبة للتصعيد هناك فراغ سياسي الفراغ السياسي هذا المفروض يكون بأمر الشورى وأمر وانشورى بينهم إذا الأمر وانشورى بينهم مدام في مفاوضات بين الحرية والمجلس العسكري مفروض ما ينسحبوا لأن الانسحاب ما من حقهم مدام أصله الشعب السوداني من تظهر أربع خمسة شهور على سبيل أنه يصلوا لحلول مع المجلس العسكري والمجلس العسكري يصل حلول معهم وده كله لحل مشكلة الشعب السوداني ولحل الفراغ السياسي والفراغ السياسي هو اللي بخلي المجلس العسكري أنه صاحا نحن مقول عندنا جيش لكن في فراغ سياسي ما مقول ما عندنا عندنا جيش وعندنا أمر لكن في فراغ سياسي الفراغ السياسي اللي هو أخوانا السياسيين اللي عندهم عقل المفروض يتحكموا بصوت العقل ويجلسوا في المفاوضات ما يقولوا ينسحبوا الانسحاب ما صحيح ونحن ما نبقى الليلة مفاوضات وبكرة ننسحب ولمتين نحن الشعب السودان ده نهار خلاص فنحن نجمعنا من رأس محاولة تالي إنه ما ينسحبوا والانسحاب ده الشعب السودان مرضي والله يعني الكلام اللي تقالي ليلة من الشبعين الشعب السودان مرضي آنه تماما ليلة لأنه أخواننا منتظرنهم يعني زمن طويل على سنه يعني خلاص الحكومة تشكل للتغالية والناس يكونوا في عيشة هنية سعيدة لكن الآن الناس في عيشة صعبة جدا والعيشة ما تستعدل وما يكون في مان أمن وما يكون في طمعانينا إلا يعني تتم تشكيل الحكومة للتغالية طيب في ذات المحور يعني هل القيادات السياسية الآن التي تتحدث عن أنها يجب أن تتفق ويجب أن تجلس وأن تحاول هل هي تعلم مدى المسؤولية القوية التي تقع على عاتقها سواء المجلس العسكري أو الأحزاب التي تتفاوض الآن هل يعلمون مدى هذا الثقل أو هذه المسؤولية العظيمة التي يجب أن يصلوا بها إلى بر الأمان إلى أي مدى هذه الأحزاب التي تتفاوض حتى المجلس العسكري إلى أي مدى هم مدركون لما يجري الآن على الأرض من غلاء في الأسعار من فوضى هنا وهناك هل هم مدركون لذلك؟ مدركون يعني الشي مؤسف جدا أنه الناس كلها يعني المجلس العسكري زي دل أخواننا في الحرية وفي المهنين عارفين أنه الوضع الراهن الآن فيه صعوبة وفيه يعني قل في المعيشة والمفاوضات هي لو تمت المعيشة هو بتكون هنية إن شاء الله في البطء الراهن فينا لكن الانسحاب هو الانهيار بتاع المفاوضات وانهيار المفاوضات بدل يعني صعود في الأزعار وفي المعيشة والآن التجاري ما في رقيب ما في عتيد شغالين على كيفهم يعني كل يوم يعني الأزعار زايدة لما تمشي يقول لك يا أخي الدولار زاد المواطن بعرف حاجة يسمى دولار ما بعرف حاجة يسمى دولار بعرف أنه عيشة دي يمشي يشتريها ويجي على سنه يعني إن شاء الله يعيش باء أولاده ولكن لما تقول للدولار زاد بكرة الأزعار يعني حتزيد دي بيجيب خل على المواطن زاد وعشان كده الشباب الجمعة لقوا شنو الآن في فرق في فرق سياسي في فرق ذاته بالنسبة للشباب في خرجين وفي ناس يعني ما شاء الله يعني لهم وضعهم الأسري بيحتاج لأنه الواحد يعمل على سنه يعني يعيش أسرته وفجأة يعني يطلع الصباح يجي راجع ما يلقى حاجة فخلاص يعني بيكون في فرق أن إنسان يعني ممكن يعمل أي حاجة فلذلك نتبني من رضا أنه أخوانا السياسيين يفطنوا للشدة بإذن الله طيب أستاذ مجدين يعني فيما ذكرت من أحداث في الأبيض ونترحم على الشهداء يعني كيف تقرأ هذه الأحداث كيف تقرأ خروج الطلاب في التظاهرات في المدارس يعني هناك من يقول أنه كلما قرب الاتفاق بين المجلس العسكري وقوة إعلان الحلية والتغيير تطرأ أو تطرأ حادثة ما تغير المسار لقد أسلفت لك في مقدمة هذا الحوار أخي الفاضل بأن هناك الطرف سالس خفي يعمل لأجندة خاصة هل الأحزاب السودانية كلها الآن لا تدري من هو هذا الطرف الخفي لماذا لا يوقف عند حده حتى الآن لماذا لم يكشف عنه حتى الآن والله هذه سلطات مغدرة ومدروقة للجهات الأمنية والشرطية التي تبعز أمن الفاعل أنا قلت ما ممكن كل الجرام توقيت ضده مجهول ضده مجهول حتى إذا افترضنا أنه القرار بتاع النيابة السابق الصدر قبل كم يوم المرطة تضوه الناس بتاع فضل الاحتصام نستانف ماله هناك نيابة عليا وهناك نيابات يعني نستانف مرة ومرتين لا نصعد مرة ومرتين لا نتزعيد بيربيك بيربيك الشارع الآن ما احترامنا لقوة إعلان الحرية والتغيير هي تستند إلى الشارع كل ما تحصل حاجة الشارع يطلع برنا سمح الشارع يطلع برنا جميل الشوارع ترست الشوارع تقفلت من أين يقتات المواطن المسكين المغلوب على أمره نحن ما بنحالج المشكلة بي مشكلة أكبر نحن نزيد من الضغط لكن الضغط شنو عبر التفاوض نرفع السقف بتاع المطالب لكن من صعيد نقفل الشوارع نترس أنا منذ قليل يعني قرأت عبر أحد الأسافر هناك دعوة إلى مسيرة مليونية غدا لكن أنا أطلب أطلب من العقلاء لا أقول لهم يشارك من من الدعوة كارث من المهنين تجمع المهنين من حقنا المشروع أن نشارك في هذه الاحتصامات وهذه المسائر لكن يجب تأمينها حتى لا تخترق ما حدث يا أخي الفاضي في الأبيض بالتحديد أن بعض الأطراف دعت الطلاب وحردتهم للخروج واندس مجموعة من المخربين في هذه المظاهرات ثم حدث ما حدث نحن نقول المجلس العسكري عليه أن يتحمل مسؤوليته كاملا وقوة لأن الحرية يبقى أن تتحمل مسؤوليتها من باب شنا من باب التأمين لهذه المسائر يجب أن تختر الجهات الأمنية والشرطية يا جماعة عند اليوم الفلاني مسيرة من الساعة كده للساعة كده وهو سلمية نعم الثورة سلمية حتى تؤمن تؤمن من مدخلها ومن مخرجها ويعرف حتى من إذا دخل فيهم مجموعة من المخربين يعني التقارير الآن وصلت من ولاية شمال الكردفان يقول أن هناك كانت محاولات لبعض إطلاف بعض البنوك هذه تقاريرهم هم مخيرين مع الله سبحانه وتعالى لكن الطرف يقول غير ذلك يقول أن الذين قتلوا هؤلاء الأطفال أو الصيبية هم مجموعة من القوات المسلحة سواء كانت دعم سريعة وغيره الأنباء تناقلت بشتى الوسائل إنه حصل غتل حصل غتل طيب من القاتل الغاتل أخوانا سوداني والمقتل سوداني أنه إحنا دارين الغاتل ده يتولى التحقيق الشرطة الأمن يجيبوا لنا يعاقب يتعادهم في ميدان عام لأنه وربنا قال وليس تقتلوا نفسها لا تحرموا إلا بالغتل إلا بالحق صح يعني أنا فلتك بطوبة العين بالعين السن بسن تقتني تقتني كيف يعني الطفل ده فلزا تكبادنا فإحنا ندعو إذا في مسيرة يجب أن تؤمن ماذا أقول تأخذ الإذن تؤمن من المداقل ومن المخارج وتكون سنمية ما يكون فحكف بالطوب والذي الدعب المنتوف ده كده إنت بتستعدي الأجهزة دي غد يكون فيهم مثلا مجنون أو محتو نحن ما عارفين التحليل بيقول شنو يقوم يتصرف تصرف زيدي فيتم التزعيد فهذا هو الذي نرفضه في هذا طيب أستاذ يوسف يعني ما هي أبرز نقاط الخلاف يعني الآن بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري برأيك والله الخلاف يعني نحن حسب ما نقرأه في الشارع أو في الجرائد أنه الخلاف في المكتب السيادي طريبا و ما أدرك عن المكتب السيادي و ده نحن نشوف أنه المكتب السيادي ده يعني المجلس السيادي المجلس السيادي ده هو يعني صحيح أي إنسان بتطلع أنه يصله لكن ما مفروض يكون خلاف بيناته مفروض يحكم بصوت العقل ويكون يعني للرجل المناسب يعني ما كان مفروض يكون في خلاف في الحدة طيب نحن نستمع إلى حديث الوسيط الأفريقي ثم نعود وأنواصل حديث الناس أنا لست من الذين يلومون يلقون باللوم على الحرية والتغيير أو على المجلس العسكري هما الحرية والتغيير فيها مكونات متعددة ومن الطبيعة أن يأخذ الوقت الأمور تأخذ بها بعض الوقت ولكن ذلك الوقت انتهى الآن يجب أن يعرموا أن ساعة القرار ولحظة الحاسمة قد حلت إذن مرحبا بكم ونواصل أستاذ مجد الدين تعليقك على حديث الوسيط الأفريقي الكلام واضح الناس دائرة يعني تأخطوا إلى خطوة أخرى حكومة انتقالية تؤسس وتعيد لانتخابات حرى نزيهة تحت إشراف ومراقبة دولية يعني ما ممكن الناس يتفاوض شهرين إذن يتفاوضوا في شنو حقي وحقك ذلك الكلام دي من شعاراتنا نحن في التيار الشباب اللي رفعناه قلنا ترك مفهوم الأنا ونجيب الكفاءات هذه القصة ما واضحة يعني عدم إخصاء أي شخص أي مكون سياسي يتم إشارك لأننا الليلة وقصيت مثلا حركات الدارفورية حيحصل غب حيحصل انفلات كل الحركات الدارفورية المسلحة والغير مسلحة كل الأحزاب تشارك وبالتساوي يعني أنا دار أدي مثال بسيط الآن قوة إعلان الحرية والتغيير معك فتحترمنا لهم يجب أزي أخوان الشيعين ديل انسحبوا يقول لنا جماعة انسحبوا واصلوا معنا إنت ما عندك عازومة عشان دار تجي دار وطن دار قضية وطن ما تحرد تقول لنا دار حصائي الزيادة لمنه حتضر وطنك حتكسر وطنك حتدمر وطنك حتستفيد شنو هم ربما يرون دار تضغط دار تضغط المضغوط المواطن ما مضغوط المجلس إنت بتضغط في المواطن انت بتدمر في حاجيات المواطن يعني لو كنت تحصل تتريس أنا قبل كم أيام العيد عندي جارتي كانت بتبيع على الكسرة ثلاثة أربع يوم ما لقى تطريقة تمر تختات ليه تتسوأل تعمل كيف لأن الشوالح ما ترس ده 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 التضعيد المقصود منه كذي معاشي الناس انت وقد تضغط بتضغط المواطن أقول لك صراحة بتضغط العامة الدراسية الآن ثاني أجي ليه بالعطل في التنمية أنا بدعو الحكمة يا جماعة جيبوا كفاءات جيبوا كفاءات كل حزب يقدم كفاءاته كل تيار يقدم خبراته عشان الوطن دخل زعانة معانا كفاية رتح 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 من أربعة ثلاثة أربعة خمسة شهور يعني نحن الناس حتى يعني حصلين لنا انفلات أمني مش في الخرطوم بس حتى في الأحداث العصر في الولاية ولاية شمال كوردوفان نخشى أنه بكرة تنتقل لنا في الخرطوم تنتقل في ولايات الشمالية ليه لأنه شرارة الشرارة بتنتقل السورة انتقلت بشرارة لكن نحن ما دارين ما دارين التخريب والعصيان يحصل لنا في كل السودان لأنه حتتعطل التنمية آخر نهاية الفريقين حصل لي الطريق مزدود حصل لانفلات أمني دي الحت نحن دار مصير البلد يا أخواننا السلام ده ما ربنا قال اسمه السلام نتداعي إلى السلام نتنازل نترك الجهوية أنا والله وأشوفوا الحزب الشيوعي دعا إلى حل جهاز الأمن والاستخبارات والدعم السريع ووصفهم بالميليشيات كيف تنظر لمثل هذه التصريحات لكن بعد الفاصل حيث فاصل قصير ثم نعود ونواصل فبقوا معنا أهلا بكم مجددا المشاهدي الكرام ورحب بكم مرة أخرى ورحب بضيفي الكريمين داخل السوديو وتوقفنا قبل الفاصل معك الأمير يوسف يحيى يعني حول أن الحزب الشيوعي دعا إلى حل جهاز الأمن والاستخبارات والدعم السريع ووصفها بالميليشيات كيف تنظر لمثل هذه التصريحات خصوصا وأن هناك بعض المواقف يعني تفتكر أن المجلس العسكري الآن والدعم السريع أيديه ربما ملطخة ببعض الدماء هنا وهناك وهناك يعني بعض الأحزاب تقف أيضا في بالقرب من الحزب الشيوعي كيف ترى موقف الحزب الشيوعي والله أنا برأي أنه الدعم السريع لو لا الدعم السريع لما كان الحكومة من تعد عمر البشير انتهت لأنه الدعم السريع هو الأمن القيادة العامة وهو الأمن المواطن وهو الأمن الثوريين الثوار الجوار القيادة العامة كويس بعد ذلك قدر يعني حمى الثوار من 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 الحمى الثوار من اللي هو الجيش بتاع أحمد هارون الكان السويس جاي من القبيط وجاي عشان نفيد آي فلو النظام هذا السابق كويس وحمى حتى المنشآت المنشآت المؤسسات الدولة كويس وكيف هون يقول الآن يعني يعني حلوا الدعم السريع الدعم السريع الآن مؤمن مش بقول ولاية الخرطوم والله مؤمن للسودان كله مؤمن للسودان كله ماذا عن الأمن والاستخبارات الأمن الاستخبارات الآن هو طبعا زي دمجو ويمكن فيه تغيير الإسم بتاعه ذاته ولا هو يعني يمكن جهاز المخابرات العامة حيث سمه كده وده لابد من أي دولة لابد يكون فيها جهاز بتاع المخابرات يعني الاستخبارات دي تجيك كيف ما لم يكون عندك أمن وعندك جهاز معين عشان يقدر يجي طيب في ذات السياق يعني أستاذ مجد الدين أيضا قال بأنه لن يشارك في السلطة الانتقالية الحزب الشيوعي وأنه سيعمل على مواصلة النضال مع الجماهير وتصعيد حركة الشارع لاستكمال المشوار وتحقيق التغيير الجذري أنا لا أفهم معنى التغيير الجذري يعني نرجع لغانون الغابة هم كان قاضين نرجع لغانون الغابة خلاص كل ذلك سكين وضرمت تاني ذلك كلام غلط في مفاوضات في حكمات انتما بدأت جزء بدأت جزء من حوار واكفين ليه شنو الغلط الغلط شنو هناك يعني ربما تكون وجهة نظر الحزب الشيوعي بأن هناك بعض الفلول أيضا خرجت إلى الشارع الآن وصارت تشارك هنا وهناك انضمت لتنسيقيات وأحزاب ومبادرات أيضا موجودة جديدة طرأت على الساحة نعم أليس ربما رؤية نظر الشيوعي بأن هذا أنهم يريدون تحقيق التغيير الجذري بإقصاء هذه المكونات التي شاركت سابقا في النظام السابق أول حاجة أنا في بداية قلتك فتحت رامي وتغذيري للفكر الحزب الشيوعي السوداني لكن أنا أعتبر أن إخوتنا في الحزب الشيوعي السوداني لا يستعجلون النتائج ولا يستعجلون التقييم لماذا يا جماعة ضاوطا ضاوطا الوطن ده انت إذا عندك الليلة دي مثلا خلاف مع زوجتك أو مع عبدتك أو مع أحد من الجيران المفاوض فشل بتجيب مفاوض ثاني بتخش به جودية يعني أن إحنا في الأول والآخر وكذلك تتحرد ونحرت ما أجيب لي حلول تعسفية لأن الطرف الآخر غد ينظر لك أنك يعني خاش معاه في تحدي أنت بصعد هو بصعد الحيضي على الوطن فأنا أناشد إخوتنا في الحزب الشيوعي السوداني إذا كان لديهم مغدرة أو لديهم معزة عندهم غواعد حقيقية غواعد تنصحون يا جماعة الكلام ما بيحصل هذا واصلوا التفاوض لأنه لا حل للمشكلة السوداني إلا بالسلام بل بدنقة ما بيجيب حل جربناها رتحا من الزمان غير شهداء وضحايا ودماء ما بتحل أن إحنا جمعنا خرد كلنا في مسير السلام التزعيد لا يؤدي التزعيد يؤدي إلى تزعيد أكثر الطرف الآخر المجلس العسكري قد يستعيد أيضا يعني حيتضر منه حيتضر الوطن والأجيال الأجيال القادمة أطفالنا وبناتنا الذين الآن مدارسهم قفلت كذا ستضع منه سنتين انتك ولأمر يا عضو الحزب الشيوع السوداني وكتولد يتخرج ويمتهي اللهم هنا ما بساعدك في المعايش الصعبة بقال السلام يلوسيف إنه كيلو الطماطم بمئة وخمسين وما بعرف البصل حصل متين وكذا ليه لأنه الانتاج حيقيف الانتاج حيقيف سيحصل غلاء سنقرج بعد شوية سندخل في إطار بتاع صور الجياع لأنه الانتاج وقف الانتاج وقف لأنه ما في أمن الأمن لأنه يقول حل جهاز الأمن حل جهاز الأمن لأنه تبقى فوضى قبل أيام معدودة أيام العيد حصلت هنا وهناك بعض التفلتات من بعض العصابات العصابات النجريز والعصابات المتفلتة يعني قد يكون ده مدعى إلى الفوضى ونحن مأمرون بالأمن ربنا سبحانه وتعالى قال إذا أضعمه من جوع وآمنه من خوف أنه دارين نأمن مع عاش الناس دارين لأن الناس تكون آمنة كيف تأمن إذا أنت طرف أصيل في التفاوض دارت تنسعب ودارت تطلع للناس الشارع بكري إذا حصل تفلل تاني يحصل مزيد من الدمار مزيد من الحرب مزيد من التحطيل للتنمية يلا خموا وصروا أهل بالتوقفك طيب نمشي نتابع بعض الاستطلاعات حول مسار التفاوض ثم نعود ونواصل في القرمان على العكس من ذلك أنا برأ إن كل ما تأنى المفاوضون كل ما تأجلت المفاوضات يمكن أن نصل في النهاية إلى صيغة مغنعة معلوم أن الاستعجال في مثل هذه المواضيع غير مفيد هذا أمر مستقبلي هذا أمر يحدد كثير من المحددات للفترة المقبلة سواء كان في الحكومة سواء كان في مجال التشريع سواء كان في مجال وضعية القوات في مجال التفاوض مع الحركات المسلحة فبالتالي أنا مع التأني إلى حين الوصول إلى صيغة يمكن أن تكون مقبولة للشعب السوداني الآن الوسيطة الأفريقي نفسه متخوف من التأجيل المستمر للمفاوضات ويرى أن الاستعجال فيها هو الحل الوحيد للوصول للدولة المدنية وإنفاز العدالة وإنقاذ السودان من كثير من المشاكل لذلك يمكن أن نقول أن التأجيل المفاوضات باستمرار لديه آثار سيئة جدا ورأيناها في الأيام الماضية والحل الحقيقي في تقديرنا أن الناس يسهبوا للتفاوض ولكن بطريقة جديدة بالتفاوض عاجل يصل إلى حلول مباشرة يملك الشارع الحقائق حتى يكون وسيلة ضغط لإنهاء هذه المفاوضات التي تطاولت الآن في التجه إلى شهرها الرابع المسير الحير أنه لم يتم الحديث أو التطرق منذ أحداث اللوبيض لعبارة تأجيل التفاوض سواء في إصطار إجرائي وليس موضوعي ما نعلمه وندركه ونفهمه ونستوعبه أنه ثمت الإجام فنية متى ما استأنفت عماله واكتمل ستكون هناك جلسة للتفاوض المباشر إذن عملية التأجيل هي عملية إجرائية مرتبطة بإكمال اللجانة الفنية لعملها التفاوض قايم متى ما اكتملت أعمال اللجانة الفنية وضع نقاط الحروف وفرز نقاط الخلاف ونستمت الجلسة تأكمل الجلسة المباشرة بين فريقي التفاوض قوية على الحرب تغيير المجلس العسكري إذن نواصل مشاهدين الكرام الأمير يوسف تعليقك على ما ذكر وأيضا بإمكاننا نستصحب حديث سيدة البرهان بأن بعض القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير شاركت في الانقلاب العسكري الأخير طيب يعني التعليقي إنه بقوله يعني الأول بيتكلم عن إنه الناس يتأنوا وما يستعجلوا للمفاوضات لكن وينه الاستعجال يعني ليلة كم شهر غربة أربعة أو خمسة شهور ما نازل تأنوا ولا ثم تأنوا ثم تأنوا يعني يتأنوا لبتين تاني يعني الشعب السودان خلاص ينتهي كده بالنسبة لكلام الأخير إنه يعني الأفريقي إنه بقول لابد إنه يكون فيه استعجال بالنسبة للمفاوضات والاستعجال ليه قال كده لأنه شاف المدة طالت المدة طالت أربعة شهور خمسة شهور لا بد يكون الناس يستعجلوا شوية للمفاوضات لأنه يحلوا المشكلة والأزمة الراهنة بتاعت الشعب السوداني أما المهنيين يعني مشاركين في الانقلاب ده شيء يعلم المجلس العسكري تماما هو ولم يذكر المهنيين هو يكبر بأن بعض القوى الموقع إذا كان وصلنا لك مهنيين يعني مشاركين في الانقلاب الناس يعني لا بد يكون في أسماء ظاهرة لهم منه المشارك عسكري أو سياسي لأنه الانقلاب يكون مشاركين فيه عساكر يكون مشاركين فيه سياسيين مخططين مخططين حاجة زي دي فلو فيه شكل زي دا يكون ظاهر يطلع للناس في جرائد عشان يعرفوا إنه علان وفلان هو من المهنيين المشارك فيه الانقلاب بإذن الله تعالى فنحنا السرعة الآن نحن نقول السرعة نقول الناس يدأنه كثير جدا لكن بعد دا المفاوضات لا بد منها أو يكون في حلول بوسط الحكماء يكون في حكماء يعني ما أقول اشياء بالسودان إذا كله ما يكون فيه حكماء ما يكون فيه ناس إصلاح ذات البين دا مستحيل فيه ناس بيصلحوا وفيه ناس حكماء في السودان دا لكن هل استعانوا بيهم دا السؤال البفرد نفسه فيه ناس خيرين فيه ناس بيتقين الله سبحانه وتعالى إنه يجلسوا بين هذا وذاك ويمكن يحلوا المشكلة دي يعني عندنا ناس في الإدارة الأهلية ناس عقلين حكماء ناس نزار لهم يعني تجارب ناس أمرة صلاطين فرش مكوك ديل لهم وزنهم في الحلول بتاع المشاكل طيب أنا جايك في دور الإدارة الأهلية لأنه يعتبر واحد من أهم الأعمدة في البصرح السياسي لكن أنتقل إليك أستاذ مجد الدين حزب التيار الشبابي المستقل حديثنا عن هذا الحزب ومتى تسجل ومتى بدأتم نشاطكم الحزب يا أخي الكريم بدأ منذ أكثر من عامين يبدأ في فكرة إنشاء تيار يكون محتدل ووسطي منذ عامين أننا بنتململ من القلاء الطاحن ومن الإخصاء ومن التهميش الآن الحزب دا أقول لك صراحة يعني القوى الجماهيرية بتاعته ما مننا نحن المثقفين والأطباء والأقوى الهامش نحن قبل ساعتين أو سلاس كنا مع إحدى القرى النائية في ولاية الخرطوم التقينا بأكثر من عشر ألف من المواطنين حكوا لنا شكواهم قالوا كل مرة تجينا حكومة تجينا انتخابات يقولوا 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 الآن نحن الحزب دا في أربعة محاور أول شي بنسعى إلى تبسيط ما عاش الناس نشوف المشكلة التي نشريحها واحد زي واحد ساوي اثنين نجد له حلول وأنا أتمنى من هنا أخاطب إذاعتنا الفتيحة إذاعة طيبة أن نحن عندنا مخترح لمشروع برنامج البرامج اسمه المائدة الاقتصادية كل يسبوعنا بسيكلنا قضية نشرحها بواسط المتخصصين نشوف المشكلة ليل قل زي ما قال الأمير يوسف مثلا ليل دولار أساسا بيقل ماذا كانت أبرز البرامج التي قام بها حزب تيار الشباب المستقل والله نحن من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى يعني ما دار نذكر ما قمنا به من عمل خير لكن دعونا بعض المدارس بنينا فصل أو فصلين وتواصلنا مع الكثير جدا من اتحاد المكفوفين وقدمنا ملابس ووزرنا برضو أطفال اللي ما يقوم دمي في إطار العمل الاجتماعي ماذا عن المشهد السياسي المشهد السياسي الآن نحن مشاركين مشاركين بالفكر مشاركين بالنصائح السوجود ندعنا نحن نتظره سهم من الأسهم اللي بنحاول نرم من باقي جراح الوطن أما إذا أجيت إلى جملة أهداف مشاركين مع الحرية والتغيير مع المجلس العسكري أين أنتم من الطرفين أخي الفاضل أننا لا عاجبنا مجل العسكري ولا عاجبنا قوي جمع حرية أننا عاجبكم شنو أننا شايفين رحنا الخيار الأفضل التيار الشباب من السغل الاتنين دل بتشادط ويضيعون لنا الوطن أننا دارين فترة انتقالية بعد انتخابات سنطرح نفسنا كافة تجعل السوداني كتيار بديل لكل الفوضى الحاصلة وتشد وجز وقفل وترس لبتين لبتين ينحف دي صعيد لا أننا طرحين نفسنا كتيار بديل وعندنا الجماهير عندنا الجماهير من الشعب السوداني من المثقفين ومن المرأة ومن الإدارة الأهلية ومن الطرق الصوفية وحتى من قطاعات الشباب المهمش والله العظيم أكاد أجزهم لكم أننا عندنا قرابة الثلاث ألف عمال يومية بتاع الويرنج دي المهمشين في زول فكر في عامل الويرنج ده بيأكل من وين أن إحنا لملمناهن ستات الشاي ستات الكسرة حتى العامل بتاع اليومين بيقفوا في المحطة اللوصة دي المافزول يستمع لقضائهم يدت مشكلتك شنو قال أنا وقد يقفوا للشارع ده ما بأكل أنا ما موظف مشكلتك دائر سلام دائر ما دائر بندقية دائر سلام دائر أم أن إحنا حسينا بألام المواطن قلنوا يا أخوان تعالوا معنا في حزب التياري الشبابي أن إحنا منشد العدالة والحرية والتنمية طيب نعم هناك اتهام لكم بأنكم كنتم ضمن النظام السابق كيف ردكم على ذلك سبحان الله أنا يا أخي الفاضل مجددين الشيخ الأحمد في عام 2010 وكل الأسافر تعرف ذلك كنت مرشحا مستغلا عن الدائرة الأولى ومدرمان الشمال مستغلا في الدائرة دائرة صعبة كان مرشح معي المرحوم حسن أحمد أبو سبيب الزعيم الابتحادي رحمة الله عليه وكان مرشح معي الكابتن مصطفى زمراوي وآخرا النهاية ناصر المطور الوطني قاموا فرغوا الدائرة لأخينا وحبيبنا الدكتور الصادق الهادي وفرغوا له عضوية المطمر الوطني جاب الدكتور الصادق والمنافسات كانت كويرة كان الدائرة كنت تانا يا حاشيل أنا مجددين الأحمد أو كابتن سيماوي لكن في الآخر حصل التزوير في علامة واحد رمزوا الميزان جابوا العجلة قاموا كالعادة الكيزان زوروها ودوقيت نحن استحبنا أن نخسرنا فيها كثير جدا فأنا لو كنت من فلول المطور الوطني أنا أقول كنت بمغدراتي وخبراتي كنت تباواتها مقعد أنا زور مستغل وعندي تجارة أنا رجل أعمال وغيري نشيخ طريقة أنا لا أنتمي لأي حزب أنا مستغل تماما لكننا كانت لدينا بعض الصلاة زي ما عندنا كان صلاة مع المطور الوطني أيضا لدينا كان الصلاة مع حزب الأمة مع الحزب الاتحادي أخواننا الشيوعين دي لما توفى رحمة الله عليه محمد إبراهيم نقود مشينا البيت كان في المنشية وعزينا وغراءنا الفاتح 11 مرة على روح نحن بنعتبر نفسنا غوميين في الطرح نحن ما بننتمي لجيها ونحن ولا معجيها ولا ضجيها نحن تايير تالي فرضي نفسنا كبديل والطرح هذا بكون مقبول للشعب السوداني طيب أنا أنتقل لي أستاذ الأبير يوسف يعني في مبادرات كثيرة جدا نشأت يعني خلال السنوات الأخيرة من حكم الإنقاذ والآن أيضا تقوم الكثير من المبادرات والأحزاب والتيارات والغريب في الأمر أن الكثير منها يتسم بالشبابية والشباب أو مخاطبة الشباب وهي شريحة مهمة جدا لأنه يعني كثير جدا من يعني خاصة أعمار المراهقة هم بعيدين تماما من الخطاب والبرامج والأطروحات وما إلى ذلك إلى أي مدى هذه الحركات الشبابية وخاصة كنموذج حزب التيارة الشبابي المستقل إلى أي مدى هم قادرون على إحداث الفرق إلى أي مدى هم سيقفون على أرضية ربما تكون زلجة في بعض الأحيان ربما تكون ممهدة إلى أي مدى هم قادرون على مواجهة التحديات وخاصة إذا كانت هناك الرؤية تختلف عن الرؤى المطروحة الآن من القوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري أخي جزاك الله خير أولاً كثلت المبادرات ما بتحي المشكلة إذا كان أي واحد يقول عندي مبادرة يدرس إيات مبادرة ويحكم بيات مبادرة لكن البيان بالعمل هو بوريك إنه دي المبادرة حقية وأنا ما عارف إنه سمعت كلام أخينا رئيس الحزب حزب التيار أولاً كلمة التيار دي كلمة كبيرة وإن إنسان لما يسمعه يعني بارتحلها تماماً تيار جارف وسامع كلامه قاله ده جرف معه المهمشين وده المفروض يحصل في شعبنا يعني أخذ معه ستات الشاهي ستات الكسرة ناس الأورنيش يعني العمال الإدارات الأهلية الطرق الصوفية الشباب المرأة يعني يعني ده الشعب السوداني وده الشعب المهمش يعني ما مش للدرجة العليا ولا ولا الوسطى مش للدنيا الدنيا دي هي المحتاجة الآن لمساعدة محتاجة لنظرة محتاجة لإنسان يعني يعني يزعل منها ويحسس أنه هي بشر حقيقة أنه يعني زيداء أنا بتعورنيش لما ألقى رئيس حزب يجي ويقف معاي ويقول لين تعودوا معاي في حزب بشوف نفسها بيقيد بشر خراس ومحصوم مع مع الشعب السوداني حقيقة لكن لما أصلا الأحزاب ده كلها تكون يعني عائمة وناس يا العمال وناس يا ناس ورنيش وناس الكسرة بيفتكرون ديل يعني بقول لك ديل الأهمشين ما صح لا ويتقاتل من أجل الكراسي زائلة كل التيارات ده سيصراع حول الحكم أن إحنا جمعنا قلتها قبل كده في المتورس أن إحنا مشكلتنا ما مشكلتنا من سيحكم السودان مشكلتنا الأليل التي يحكم بها السودان هل نحكم السودان بالتضعيد هل نحكم السودان بالقتال طيب رؤيتكم شنو للمرحلة الانتقالية المقبلة لا نقصي أحد ونجيب الكفاءات هي واضحة الجميع يشارك في الفترة الانتقالية وما يشارك سائبين مجاملات ومحاصصات ودوة فلان ودوة من الحزب الفلاني لا كفانة مجاملات الوطن ضاع الصحة ضاعت الصحة فيها مشاكل التعليم فيها مشاكل دعني يكمل لك الأمن فيه مشاكل أسا أنت تجي تنادي لي بحل جهاز الأمن رطم المخابرات تحله إشان تبقى فوضى عشان بكرة ما تكون آمن في سربك ولا في عرضك ولا في مالك الفراغ ده هل حيشده منه قول هل حيشده جهاز الأمن هل حيشده الفراغ منه جاوبني أنت هل حيشده الفراغ منه حيكون في تفلت ما حيكون تفلت إذن قول لي أنا داري حل الجهازة عشان أجيب خيار بديل البديل شنو هل البديل نحن نحن مع المدنية المدنية لكن شنو بالقانون ما المدنية بالرجالة بالرجالة دي حول إلى قانون القابة أنه نحن بنرى الأجهزة الأمنية تقوم بدورة لكن مع شنو مع وضعنا تكون قومية في تشكيليتها طيب واحدة أيضا من أبرز الأعمدة في السحة السياسية القيادات الأهلية ويمكن أنت واحد من القيادات الأهلية يعني ما هو الدور القيادات الأهلية والمبادرات الشبابية الجديدة من أحزاب وكيف يمكن المواءمة بينهما إن صح السؤال لكن بعد فاصل قصير ثم نعود ونواصل فابقوا معنا أنا بكم مشاهدين الكرام حديث الناس متواصل معكم ورحب بكم مرة أخرى ورحب بضيفي الكريمين وتوقفنا قبل الفاصل مع الأمير يوسف يحيا يعني الناشط والقيادة بالإدارة الأهلية ويمكن كما ذكرنا يعني كيف تتم المواءمة بين القيادات الأهلية التي تعتبر أنه الشيخ أو الناظر أو العمدة أو الشرطاي هو إليه الكلمة الأولى والأخيرة يعني وفي نفس الوقت أنت الآن يعني هناك مبادرة أو حزب تيارة الشباب المستقل وزي ما ذكر وكانت الهتافات في الثورة نحن جيلا الراكب راس يعني كيف تنظرون إلى هذه الأبعاد وكيف يمكن أن تتم المواءمة بينها جزاك الله خير نحن كإدارة أهلية أولا يعني أمسكي من الآخر إنه نحن جيلا الراكب راس زي ما ذكرت لك قبل إنه في فرق سياسي الشاب ما لاقي حاجة على سنة إنه يقدر يعني يعني يكمل بها أو يتم بها شنو فراغه خلاص بيقى ما يدو تاني حاجة أمامه غير إنه يركب راسه ده ويعمل الشيء الدار يعمله هو أن في حزب التيار وجدنا كل ما يبحث عنه الشاب وجدنا عندهم شامل لأنه تيار شبابي الاسم الشبابي مستغل كلمة مستغل دي حرية سلام وتنمية حرية سلام تنمية يبقى ده عندك حرية إنه تقول كلامك اللي interpretive باسم الحزب بعد ذلك الشيء المحبوب لك أنت هو السلام زي ما نحن عندنا دايدان في الإدارة الأهلية اللي هو ردق النسيج الاجتماعي إصلاح ذات البين واستدامة السلام عندنا استدامة السلام دي بتاجي بعد اصلاح ذات البين بتي بعد ردق النسيج الاجتماعي يعني أنت بعدما عملت الارتغة النسيجة معي بيكون فيه إصلاح ذات البين إصلاحة بين الناس بعد ذلك بيكون فيه سلام نحن كإدارة أهلية يعني أنا كنت رئيس المجلس لأدارة أهلية بالسودان والآن رئيسه كتمهيدي قبل يعني انفصال السودان القبائل السودانية كانت يعني 580 قبيلة بعدما انفصل السودان الآن 233 قبيلة آخر قبيلة انضافت لنا هي دين كنوك اللي هو بغيادة تقول شون ما يوين جوا جابوا كشيفون واضافوا بقت 233 قبيلة في السودان هنا الآن وده كلها يعني بقت في المجلس الأعلى لدارة أهلية بالسودان وكلنا كنا نبحث للطريق السليم البقدر يمرقنا شنو بر الأمان هل ده نوع من التحالف بين القيادات أو التيارات الأهلية وبين التيارات الأحزاب الشبابية الجديدة؟ هو قيادة يعني لا بد يكون قيادتهم واحدة زي ما المجلس الأعلى لطرع الصوفية ده قيادتهم واحدة نحن كمجلس أعلى لدارة أهلية بالسودان نكون داينين قياداتنا تكون واحدة في زمام رجل واحد نقدر عشان شنو؟ لأنه إصلاح ذات البين ما يجي إلا بأمر وأمر ونصورة بينهم طيب ده برضو خلينا وجه سؤال لمجد الديني يعني أكثر الأحزاب والتيارات الجديدة تنضم وتنحاز أو تشكل مع بعض التحالفات هنا وهناك هل ربما تشكلون مع بعض الأحزاب الكبيرة والأفكار هنا وهناك هل لديكم تواصل مع بعض المكونات بحيث أنه تنضموا أو ينضموا إليكم؟ اسمح لي أن أبدأ لك من النقطة التي ما زعت بها أخونا الأمير يوسل قبل غليل قلت لي وإحنا من شعارات السوار نحن الجيل الراكب راسه لكن نحن بغضو التيار الراكب راسه راكب راسنا الصح إذا يا أخوانا نحن محتبرين الآن في اتهامات للمجلس العسكري الانتغالي بأنه قوة يمين أو جزء من النظام السابق هذا ما يشاع كذلك أيضا يشاعنا قوة الحرية والتغيير هو تيار يساري يا أخوانا نحن هدافنا في التيار نحن ضد اليمين وضد اليسار نحن تيار وسطي معتدل قرحين نفسنا كبديل لحل الاثنين ديال بتنازعوا والضايع في النزاع دمنه الوطن والمواطن أن نحن فرضين نفسنا كتيار وأن نحن نتحداهم جميعا بيننا ما بينهم صناديق الاختراع نشوف تقوى الهامش البسيطين ديال هم الحجيبون لأننا نحسين بقضاياهم فأن نحن ما دارين الحكاية تطول وبعدين أسمح لي يعلق قبل في واحد من المعلقين قال يمدوا لسه أجل المفاوضة يمدوا كيف وأصلا الحكومة السي مؤجلة ما في وزير ولا في صحة ولا في تعليم كله الأمين المكلف الوزير المكلف المحتمد المكلف أن نحن قلنا شعارنا ثلاثة السلام وشنو؟ والحرية والتنمية أن نحن بنساه أن نحن دارين التنمية وهذا الفريق بينه وبين المكونات الأخرى أن نحن بننظر إلى التنمية يعني التنمية هي أنه كالتقيف الحر المزارع يستطيع يزرع الرائع يستطيع يرعى الطالب يستطيع يمشي مدى السويس بسلام لكن أن نحن دارين نزيد التنمية نزيد الفترة مش نعطل زيادة نعطل بمزيد من الدماء نعطل بمزيد من ركوب الرأس هذا ما أصح هل سيضيع منه؟ هل سيضيع على الوطن هل سيضيع على المواطن فهذا باختصار أننا لا لدينا تحالف مع الحزب أننا قبل لو سمعتها قلت لك في المقدمة أننا ولا معاجيها ولا ضد أننا نحن تيار فارضين نفسنا كتيار بديل لكل الحاصل كل ما عاجبنا والله لم يجل العسكري ما ليعننا ولو غير الحرية ما ليعننا أننا نحن دارين نشوف الانتخابات نشوف الحشاشين من اللي شبكتوا بساطة يعني طيب ذكر في الأسافير أنه أنتو عملت المؤتمر تكسين انطلاغة الحزب من وين لكم التمويل لو لاحظت أنا قلت لك أن تكوين التيار الشباب المستقل من كافة أطياف المجتمع وحدة في تنوع الأمير حسب مراقبته للحراك بتاعنا نحن اهتمين بقوى الهامش بالمهمشين بالبوسطة لكن لدينا برضو رجال مال وأعمال يعني يكفينا شرفا أنه أخوتنا الأكباط أو أهل الدين المسيحي عموما بمختلف طوافهم أتوا معنا نحن لدينا في الإدارة الأهلية العديد من رجال المال والأعمال في الطرق الصوفية أنا بوصفي خليفة للسجاد الأحمدية الشرنوية بعموم السودان لدي الكثير من الأدباع منهم الرعاة منهم الصياق منهم التجار من رجال المال والأعمال هم الدعموا الشغول دا ألا يعد هذا خروجا عن المألوف في إنشاء حزب سياسي استنادا على مبدأ ديني؟ لا إذا كان الحزب مثلا الناس سموه حزب الصوفية نقول ممنوع إذا حزب الإدارة الأهلية القانون يملعه لكن إحنا حزب متوحد فيه ودارة أهلية فيه طرق صوفية فيه حتى الأقباط كانوا موجودين أنا كنت أتمنى لو كان عندكم في في المكتبة بتاعتكم نمازي أن إحنا ما تبعا جيتوا وغططوا لنا وجبتوا لنا بس كلفتونا كبث خبير كده كانت وغططوا لنا الشغل دا كامل يعني ما احترام لديه طيب أنا ما عندي علم بالله هذه التغطية واحدة من الخنوات الغطت حزبنا جاءت إتناشر تجشين الحزب إتناشر إتناشر قام ينظر وغطتكم الفتية الدعم والله عندنا مساهمات عندنا اشتراكات وعندنا تبرعات سخية من المؤمنين بفكرة التيار المؤمنين بفكرة التيار إنه طيار وسطي معتدل يا أخو أنا في يمين وفي شمال لنحنا لا يمين لنحنا معتدلين في ناس مؤمنين بفكرة بيدعموا عندنا والله تجار والله يهز ويرز بيدعموا الشغل ده واحد بس دفع علينا الفاتورة بتاعة السلام روتانا واحد يتولى الإفطار واحد يتولى الترحيل ما صعب ما زل مؤمن بفكرة معين زي ما في ناس يدفعوا ملايين الملايين في الكورة وفي ناس يدفعوا ملايين من أنشاء نحضروا حفلة نجوة كرم كله زل عنده أزواقه أنه إحنا زوقنا التيار الشباب المساغل والله معنا رجال وأنه إحنا كم هاي لا يستهان به لكنه إحنا لازلنا الآن في سنة أولى سياسة سنة أولى سياسة إنه إجراءات تزيين يا دوبا اقتمنت قبل يومين ثلاثة لكنه إحنا بالراهم أنه إحنا أكثر ناس بنطالب دارين الانتخابات تجي وإحنا نتمنى أن الفترة الانتخابية زي تكسر لنا شوية تكسر لي عشان نخشي رسخنا بفكرنا وبعطاءنا وبرجالنا وبنسانا والله إحنا لدينا قواعد نسائية طبيبات ودكتورات يعني الواحدة في أن تجيك والله العظيم وتسكي وذكي على الله واحدة فقط من الطبيبات عندنا عندها دكانين اتنين اتبرأت بهم ليت حزبتي طيب فيه هجوم شديد عليك جدا في وسائل التواصل الاجتماعي ويمكن من ضمن الوثائق في وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم منعكم أو منع من الحديث بإسم السادة الأحمدية الأرازقة ما ماذا صحة هذا الخطاب أول حاجة أود أن نثقف المشاهد الكريم بأن في بعض الناس ما عندها فكرة كاملة عن الطرق الصوفية الطريقة الأحمدية البدوية أتت إلى السودان من مصر من طنطة الطريقة الأحمدية البدوية المنسوبة للإستدارة البدوية عندها 26 فرع الخطاب الصدر من خطاب اسمه الأحمدية البدوية أنا ما عندي على غمان أنا خليفة السجادة الأحمدية الشناوية أنا قائم بيزاتي يعني في أحمدية سطوحية في أحمدية بيومية في أحمدية مبابية في أحمدية وهري أنا اسمي أحمدية الطريقة كتير لأن أمسؤول منها دي يسمي الأحمدية الشناوية والخطاب الصادر المفبرق المزور ده بخطة اليد ده من الأحمدية المارزقين شوفوا زور أنا ما زوركم يا جماعة طيب ما تتلبطوا فينا أنا ما زوركم أنا عندي أتباع في كل الولايات والله أنا عندي أتباع خارج أنا عندي زاوية في بكين في الصين عندي زاوية في ماليزيا شفت مصر مش جاءت مننا الطريقة عندنا أدبع في الأحمدية الشيناوية في مصر وفي أبوظبي حتى في السعودية عندنا أدبع في الأحمدية الشيناوية يعني إحنا رقم الإدعاء الحصول بكلاب سمحتل طيب كويس ده توضيح جيد لأنه فيه هجوم متواصل كان على مجدي أو السيد بيوصفي رئيس الحزب دارين يهزمه رأس الحزب طيب رؤيتك للمرحلة الانتقالية ويمكن نحن بنمضي نحو خواتيم حلقتنا حديث الناس ما هي نظرتكم للرؤية المستقبلية للسودان في ظل هذا التجاذب والاستقطاب الحاد من مجموعة من الأحزاب والتيارات والكيانات المختلفة إيدولوجيا وفكريا وسياسيا ما هو المخرج؟ ما هي الرؤية اللي يفترض أنها تكون؟ المخرج السودان لا حق زول واحد ولا حق نفرين ولا ثلاثة ولا حق فرية ولا المجلس العسكري السودان فيه أحزاب أحزاب مسياسة قديمة جدا وأحزاب جات في السنين المتأخرة في الإنقاس كلها لها وزنها عندها قيادات عندها زعماء عندها حكماء الناس دي لابد من أنه كلهم يعني يشاركوا في حل مشكلة السودان ويشاركوا في الفترة الانتقالية دي ما يخصو الإنسان يعني ما ما يقوله بين الحرية والمجلس العسكري لا كل الأحزاب ما عدا أنا أقول شنو المؤتمر الوطني لأنه زي ما ذكروا المؤتمر الوطني تلاتين سنة أكيد كوان نفسه عشان تاني يعني يغير تلاتين سنة جد يعني كويس؟ عشان كده مرفوض والشعب السودان رافضه لكن ما تبقى من الأحزاب زي ده الأحزاب الجديدة بتشكل زي أخوه ناسي رئيس الحزب بتاع التيار دي برضو من حقه يشارك في الحكومة الانتقالية الجاهدة ومن حقه يشارك في حل المشكلة لأنه معه قوة حكماء اللي هو نحن كدارة أهلية ندعم هذا الحزب دعما يعني بأبنانا بأنفسنا بأمالنا نعم حقيا نقيف معاه تماما لأنه وجدنا ضلتنا وضلت الشبابنا فيه نحن شبابنا جلسنا معهم مفتكرين أنه مجل الحزب الرسائي جينا بوصل جلوس ونغاش مستفيد بيننا وبين الشباب بيننا وبين المرأة فوجدنا أنه القبول والله مية في المية شكرا بأكملنا نحن غزبا عننا كإدارة أهلية جينا وجلسنا مع أخواننا في طرق الصفية برضو كذلك قد دوره طيب أنه إحنا وصلنا للختام في دقيقة يعني خطتكم لمواجهة على مواجهة هذا الهجوم وحتى هناك ذكر بأنه ورد في وسائل التواصل الاجتماعي صور مع عدد من السفراء مع عدد من رموز النظام السابق كيف هي خطتكم لمواجهة هذا الهجوم كما ذكرت أنه وجوم لانتقاص من رأسة الحزب أو حزبكم الجديد أبتدر لك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كل زنعمتي محسود أنا علاقاتي الشخصية دي رصيدي الخاص نعم لي علاقات كما لي علاقات مع بعض رموز المطور الوطني السابقين حينما كانوا حكاما كذلك لي علاقات مع كل الحزب لي علاقات مع الإمام الحبيب الصادق المهدي أعرفه ويعرفني وأبناه السيد عبد الرحمن والسيدة مريم كلما أعرفهم كذلك علاقات مع سيد محمد وثمان المرغني أقول لك سرا لا أود أنه يعني أنت قلت دقيقين دقيقتين بس أنه إحنا لنا علاقات حتى يعني مع الحزب الشيوعي أنا بعرف أنا أنا عندي واحد من عمامي شيوعي اسمه خالد محي الدين شيوعي من نفس أسرتنا شيوعي ده فكره كده لكن عمي ما بقدر أرفضه عمي فكره كده أسوه ليشنو يلا أنه إحنا بنتكلم علاقاتنا مع الدبلوماسيين ده ده من باب التعايش والتصاهر يعني أنه إحنا أسرتنا ده عندنا أسرتنا عندنا باقي أهنة في مصر الطريقة الأحمدية من مصر عندنا باقي أهنة ناس الأحمدية ده المخضنة الجنسية السعودية يعني هي ما علاقات كما وصفنا فيها في السوشال ميديا علاقات عمالة لا يعني مصافحتي للسفير السعودي أو السفير الإماراتي أن أنا عميل العمالة هي تعني شنو وبعدين أنا داري أكلمك على حاجة أنا بالمناسبة هنا تلقى أنه أنا محامي ومحامي شاطر بحمد الله سبحانه وتعالى لو لا الشعارات التي رفعناها أريد أن أحقها ألعفو لا كان لي معهم كلام آخر ممكن أن أحتفظ بحقي كاملا للرد والدفاع والمحاسبة لكنني أحفو عنهم لو أجل الله سبحانه وتعالى لأنني قدوا ومن عفى وأصلح فاجروا على الله ثلاثين ثانية الفترة الانتقالية رؤيتك فالفترة الانتقالية ما لم يأتي فيها جو من التصافي وعظم التزعيد لن تنجح مزيد من التصافي مزيد من ترك الأنا مزيد من ترك المحاصصة السودان ما حيتقدم السودان حيتأخر وحيصبح ليبيا جديدة وسوريا جديدة أستاذ بجد الدين الشيخ الأحمدي رئيس حزب التيارة الشبابي المستقيل شكرا جزيلا لك لكم الشكر الأستاذ الأمير يوسف يحيى إبراهيم الناشط السياسي والقيادي بالإدارة الأهلية شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدي الكرام على هذه المتابعة حتى يتجدد اللقاء في حلقة قادمة من حديث الناس كونوا بعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة